يمكن صور حصرية ولقطات خاصة لوصول اللاعبين الدوليين قدامنا على الهواء مباشرة من أسبانيا بعد وصول الرباعي الدولي بعد خسارة منتخبنا الوطن وخروجه من كأس الأمم يوم السبت الماضي اليوم التحقوا رسميا بمعسكر النادي الآلي في أسبانيا في هذه اللحظات حالا وإحنا على الهواء مباشرة التحاق الرباعي الدولي محمد الشناوي قدامنا في الصورة مروان محسن محمد الشناوي قدامنا هو في الصورة سبقه طبعا وليد سليمان كمان أيمن أشرف رباعي الدولي تواجد الآن في معسكر النادي الآلي في مدينة أليكانتي في أسبانيا الجهاز الإداري كان بالتأكيد متواجد في المطار الاستئبال الرباعي الدولي ثم استحابهم إلى مكان أو مقر إقامة فريق النادي الآلي في معسكر في مدينة أليكانتي طبعا رباعي الدولي بينضم في هذه اللحظات للمعسكر أكيد الجهاز الفني سيتعامل مع المرحلة القادمة معهم في أمور عديدة ليس فقط على الشق البدني وتجهزهم بدنيا للمرحلة القادمة لكن كمان بالنسبة للشق الفني للشق النفسي للإعداد الزهني للمرحلة القادمة لأن احنا كلنا شفنا أثناء البطولة يمكن أكتر اللعيبة لشركة أيمن أشرف ومحمد الشناوي مروان محسن كان على فترات أيضا كمان وليد سليمان كان على فترات لكن لما شفنا أيمن أشرف ومحمد الشناوي كان عندهم يعني جراءة وحمية ويعني أنا عايز أوصف لكن عايز أقول أن محمد الشناوي تحديدا وآيمن أشرف كان بلعبه مباراة المنتخب بروح فنلة النادي الأهلي كانوا عندهم قوة وإصرار أنهم يحققوا حاجة مع منتخب مصر فبالتأكيد حزنهم على خروج المنتخب أكيد هيكون مؤثر عليهم بشكل سلبي خلال المرحلة القادمة فالجهاز الفني أتمنى إن شاء الله خلال الفترة القادمة وأنا أسق جدا أن الكابتن سارة عبدالحفيز في جلساته هتكون مع اللعيبة مستر مارتل لسارتي باقي أفراد الجهاز المعاون هيكون فيه جلسات مهمة جدا مع لعيب النادي الأهلي للمرحلة القادمة عشان يتخطوا الخروج المبكر لمنتخبنا الوطن وإن شاء الله يكونوا جاهزين لمبارات المقولين العرب والزمالك في نهاية الدور العام